بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد. الحمد لله احنا وصلنا الوحدة الاربعتاشر من كتاب مافرند. انا عارف تماما ان احنا طولنا في الكتاب لكن انا عايزك تحط في ذهنك ان الكتاب ده في عرب من الاسئلة اكبر من اي كتاب نزل في تاريخ البشرية. انت حدك بتحل بس على الكلمات مرتين. وعى القواعد مرتين. وبتحل متحانين على الوحدة. فكمية الاسئلة مهولة جدا عشان كانت تاخد وقت. فاكيد احنا يعني لزا سبب ده احنا متاخرين. زي ما وعدتكم ان احنا خلال تهد او اربعة ايام هنكون خ خلصنا النهار ده الوحدة الاربعتاشر ان شاء الله. يعني بعد بكرة بامر الله هيكون الكتاب ده كاملا بين ايديك. العب زي ما انت عايز في الكتاب. لو انت اول مرة تسمعني ومش لاحق انك تخلص الكتاب كله انصحك تتعامل بزكاء. بمعنى في قاعدة معينة من لخبطها معاك قاعدة الوحدة التمنى مسلا. تعال جايب الفيديو بتاع الوحدة التمنى اسمعوه. قاعدة الوحدة اتناشر مسلا بتاهم مشكلة بالنسبالك هاد اتناشر واسمعها. لو انت شايف ان الوقت بالنسبالك معاتش نافع. اهم من ده كله ان احنا كل يوم يا شباب ان شاء الله رب العالمين هحل معكم امتحان. كل يوم بامر الله رب العالمين. اللهم يعني. اعني على ذلك كل يوم هحل معكم امتحان شامل. امتحانات حدث مصر انا حلت فيها امتحانين وان شاء الله النهار ده يحل كمان امتحانين عشان يبقى كده اربعة. وكل يوم هننزل امتحان شاملا من اي مصدر من المصاري الموجودة. تعالوا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بقول لي تيوبز كاري ووتر فروم ذا ا تيوبز دي ليا هلاه الا Moscر يعني تحمل وما تنساش ان الكاري يعني يستمر. كاري يعني يستمر الكотри يعني يعني يستمر الكيوبز كاري فروم ذا اي تي، الاوراق 百انبيب بتشيل المية من الاي وتوصلها لاوراق. المية دي اصلا دي الشجرة قدام سيتها. شجرة دي فيها لها جزور ليه روتس تحت الارض. الروتس دي بتمتص المية. الروتس بتمتص المية. وبدأين المية بتمشي في الانابيب لحد ما توصل اراق الشجر. طب ايه اللي بيحمل المية? في الاenaبيب حاجة اسمها سابزة له وما تنساش ان كلمة معناها عصارة وساب برضو معناها يقلل منه. طيب اه فالانبيب بتشيل المية من وتوصلها لاوراق من الجزور اللي هي كلمة ده اللي هو اللحاء القشرة الخارجية. وبارك دي زي كلمة زي الجلد بتاع البشر. ده اللي هو الجزع الشجرة. اللي هي الشجرة نفسها. اللي طالع منها وكده. وطالع منها عشان لما ييجي يقول لك مسلا نقط صبورت اللي ماسك نقول له طيب نقط صبورت يبقى نقول له مين طيب وقبلك ان فرع من افرع الشجر يعني الافرع البنوك والحاجات. دي معناها خلية. ولما نقول يعني هاتف خلوي اللي هو يعني. طيب وقيمة يعني زنزانة. اه او قبو. لكن يعني زنزانة. طيب وما تنساش ان دي خلية الجسم الانسان يعني. كل سنة. ايه اللي بيشكل الخشب الجديد في الشجرة? بتقال يعني نشوف الخلايا ولا الموسير ولا الانبيب ولا التمثيل. اكيد الخلايا كل سنة او كل سنة الخلايا بتتجلب بتتجمد وتتسلب يعني بيحصل لها يعني بتبقى وبعد كده بتكون خشب جديد. طيب يعني حلقة. ايه تشير? الحلقات بتاعت ايه? بتنمو على الشجرة كل سنة. تعالنا نشوف بقى. بقول لك الحلقات بتاعت الخشب الجديد بتنمو على الشجرة كل سنة. الخشب ده اللي هو اللحاء. اللي هو اللحاء. اللي هو الماس. لما قطعة صغيرة من الخشب. بيتم ازالتها من الشجرة. الدمج اللي بيحصل في الشجرة ده بيكون محدود او معدوم عشان كده نو. طيب عايدة تفهم انه يعني لها تلفا. وعايدة تعرف ان كلمة دي معناها تلف. لكن لو احنا جمعناها وخلناها اسم معدود فنقول دي كده بمعنى بمعنى التعويضات. طيب يبقى كتلف بمعنى تلف اسم لا يعد من فاشا اقول لك آآ غلط. طيب الحاجة الاهم من ده كله انك بتقول دو دامج يعني يوحدث تلفا. زمور 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 كل ما يمطر يكون كثيف في السنة زا ايه? عايدة تركز معي. لما يكون مطر قليل فالشجرة ما بتكونش نموها عالي فبتكون الشجرة صغيرة كده. ده لما يكون المطر قديل. عشان كده الحلقات بتكون يعني ضيقة. طيب لما يكون مطر كثير فالشجرة بتكون ادخن واكبر كده. فعشان كده الحلقة بتكون فهنا بقى في السؤال بيقولك ان كل ما يكون المطر اكتر كل ما الحلقة تكون اوسع يبقى عبارة عن مصورة زات عبارة عن مصورة الغاز او السائل بيمشي من خلالها. الانبوبة اكيد هي دي. لكن دي مكعبات انك تزيل شيء. يزيل الشيء دي معناها يعني يجذب. يعني يحسب. يعني يستخرج. يعني يقدر. طيب يبقى كده دي معناها بتسوي كلمة انك تستخرج شيء من شيء. لما يقول لك مسلا استخراجي الزيوت من معرفش نبات ايه كده يبقى دي اسمها استراك. اكستراك. تو نوت از تو آآ فيند اويت سامسنج. انك توصل لمنتيجة عن طريق استخدام الارقام. يبقى دي اسمها ناضج ولا يستخرج. يستخرج شيء من شيء يعني ولا هاردن يتصلب ولا كالك يليد اكيد يحسب. عبارة عن خط في شكل دايرة. اكيد يبقى دي الحلقة اللي اسمها وترجمنا للكلامات دي قبل كده. ذا عايزك بس بتاني ما تنساش معاي ان كلمة دي لوحدها كده يعني خشب. وهي خشب اسم لا يعد. طيب لو احنا جمعناها بقى وخذيناها دي يا شباب كده معناها الغابات او الغابة. بيتم تحت الارض. مين اللي بيتم تحت الارض زي ما كنا بنعمل في الرسمة التفصيل دلوقتي الجزور اللي هي اسمها وقبلك كلمة دي جزور لكن ممكن نقول مسلا ان عائلته يعني تركت لها جزورا جزورا للعائلة يعني في قاهرة. الجزء الخارجي الصلب في الشجرة اسمه ايه? منام خارجي يبقى اسمه اللحاء اللي هو اسمه بارك. الاجزاء الخضراء المسطحة اللي ما بيكونش فيها عرض يعني. في نهاية الافرع يبقى اكيد مين? دي اكيد الاوراق. الاوراق اسمها ليفز. وعاك ترف ان كلمة ليفز دي كفير بمعنى يغادر وكان اناول معناها اوراق. طيب دي اللي هي الثمار. وفي كلمة كنا استخدمناها بمعنى ثمرات قبل كده اللي هي دي برضو معناها العمود بتاع الشبكة او السارية. نفس الكلمة معناها ثمار. اين وقت او هاس مين اللي بتدمو في الشجرة وبكون فيها من الداخل بزور اكيد الثمرة اللي هي فروت. كل سنة الشجرات بتطلع ايه? جديد من الخشب. اللي هم الحكام. اه الاوراق الشجر الحلقات اكيد حلقات من الخشب الجديد. كل سنة. الخلالة تحت اللحاء بيحصلها ايه? وبتصبح خشب. مدام اصبحت خشب يعني ما شفع يبقى يتصلب. يتصلب اسمها هاردن. الطريق ده ضيق جدا على المرور اللي من دول. فعشان كده هيعملوا في ايه? مدام هم ضيق يبقى نوسعه. طيب واسع يعني ايه? واسع يعني وايد. طيب يوسع بقى اسمها وايدن. يبقى ايه وايدن. او ما الايه? دي معناها الاتساع نفسه. دي يخب بالك اسم. لكن كلمة لوحدها كده معناها واسع. دي يخب بالك صفة. طويل. لكن عايز الاسم منها هنقول طيب يعني طولة. الكبرى القديم. اللي فوق اللي فوق النهر ضعيف جدا. طيب يبقى زي هافتو ايه? هيعملوا في ايه? الضعيف ده يقوه. تعال نشوف اقوى القوة يبقى هي دي. وعادة تفهم انك لما تقول دي معناها يوسع. كلمة دي بتساوي يعني يجعل شيئا ما واسعا. وكذلك برضو نفس القصة. يبقى طيب بعد كده رقم تمنط واشر. البنتان الجديد طويل جدا. يبقى تعمل في ايه? تقصر ويقصر يعني شهور تن الاولى. بص معي. انت تخيل انك دي قدامك السينما. في واحد واقف عشان يحجز تذكرة. الفيلم ده مشهور في واحد تن وقف وراه. واحد تلت وقف وراه. اصبح ده اسمه ايه? اصبح ده اسمه كيو. طيب يعني ايه كيو? يعني طابور يا مستر. طيب. الطابور ده بحصل له ايه كده? بيطول عشان كده هنقول يعني يا طول. الطابور بيطول عشان الناس تحكي زي الفيلم. ازليك السائل اللي بيشير الطعام في الشجرة اسمه ايه? ساب. وما لقي سب? سب دي معناها يعني يرتشف يعني يشفط شفطة كده. عايزك تركز. ايه الساب ده? احنا اتفقنا قبل كده عايز تفهم الكلام ده عشان لا ما يجيلك عليه سؤال في القطعة في المتحان تفهموه. دي الشجرة طبيعي جدا. وتحت كدنا في الجزور. حلو? الجزور دي بتمتص الغذاء من الارض. او المية من الارض. والمية بتفضل ماشية في الجزور لحد ما توصل فوق كده في وهي ماشية في هنا بتمشي من خلال الانبيب. الانبيب دي بيكون مليانا اصلا بالساب. الساب ده هو الحاجة اللي المي السائل بيحمل عليها. او الطعام بيحمل عليها. الذهب والالماء والالماص ده اللي هم الاتنين معادن نفيسة او معادن غالية او قيمة يبقى طبعا استونيش دي معناها مزهول. بنستخدمها عشان نزيد الدهان اكيد الدهان بيوزال بمزيد الدهان الاسمه تربنتين. وعادي تعرف ان التربنتين ده ساعات بيقوله عليه دعني ايه ده? اللي هو مزيل الدهان. طيب الصناديق بتصنع من التربنتين ولا البطاقة او الخدشينة ولا الورقة المقوة اللي هو المطاط. المطاط ده بنستخدمه عشان نصنع اطار السيارات. ممكن نستخدمه عشان نصنع منه شوز الاحزية. الاطار السيارات لسه بنحدد في الموضوع ده. والقاع او المعل يعني بتاع الاحزية بيصنع من المطاط اللي اسمه رابر. الناس بيحطوا ايه على على الفرشة عشان يضيفوا اسنان هم مع جنون الاسنان اللي اسمه ايه? اسمه توث بيست. هم ما لقى توث برقة براش دي. توث براش دي معناها فرشات اسنان. الاوراق هي عبارة عن الاجزاء الخضراء المستوية اللي في نهاية بنهاية ايه بتاع الشجرة? الاوراق بتكون في نهاية الافرع يبقى دي بالافرع بتكون في نهاية بتكون ملتصقة بيه او متصلة بيه تربنتين ازا ودي جملة مهمة جدا 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 يعني سائل نفاذ الرائحة. التربنتين ده بيستخدم عشان يزيل الدهان يزيل يعني يبقى زي سوز كانل هاز ابيج ايه? القناة السويس ليها ايه كبير? تعالى ما نشوف بقى يوسع يعني واسع يعني اوسع اتساع. انت بتقول قناة السويس لها اتساع يبقى لكن ممكن يقول زي سوز كانل از وايد. زي ريفر نايلز لاحز ان كلمة ريفر الار كابيتل والان كابيتل عشان ده اسم من انهار والبحار والمحيطات لازم من كابيتل. زي ريفر نايلز ايه? تعالى نشوف يعني اطول من ارتفاع يعني يطول يعني اه طول يطول طويل. انت بتقول ان النهر ان رهر النيل ده بارتفاعه طوله عرضه فانت عايز اسم عشان كده هنقول طيب خد بالك كمان انت ممكن تقول زي ريفر نايلز لينجس از سيكس ساوزاند كيلو ميترز او زي ريفر نايل از سيكس ساوزاند كيلو ميترز لونج. وبدل ما تقول كان ممكن نقول اين? لينجس. طيب زي ايه? اخد بالك اسم من الاسماء المعالم فعشان كده عملنا كابيتل. الايه? بتاع عزيم. هايت ارتفاع هاي عالي هايت اعلى من وهي الاعلى على الاطلاق يبقى ده هايت. معنا ارتفاع جبل آآ جبل عالي جدا. وين يو ايه? اتري. لما انت تعمل ايه? في قطعة من الخشب صغيرة ما فيش تلف بيحصل لما تستخرج تقطع يبقى اكستراكت. انتو زا انتو زا تري عشان يعملوا حفرة عشان يستخرجوا قطعة من الخشب. يبقى العلماء يبقى يستخرج تيك ياخذ يموف يوزيل ولا بيثقب بيثقبه في الشجرة. الشجرة قدامك فهو بيثقب صغير كده عشان يعرف ياخد قطعة خشب من الداخل ويعرف عمر الشجرة. زا لس ايه? زا ناروار. كل ما يكون ايه موجود بشكل اقل. كل ما ما الحلقات تكون اضيق. اكيد المطر. المطر اللي اسم مورين. يعني طين. استخراج قطعة صغيرة من اللحاء اللي في الشجرة. انتعاد كلمة يحدث سلاف كده مغير ما تحل الجملة دي. اسمها دو دامج او كوز دامج واحدة من اتنين. انك تقول دو او كوز دامج. طيب. طبعا دي كلمة دامج بس هو رفض يكتبها ما عرفش ليه. طيب احنا بقى في جوبيلت اولاك استخراج قطعة صغيرة من الخشب اه من اللحاء تحدثو تلافا مع دوما او لا تحدثو تلافا يبقى اسمها دو دامج او كوز دامج انا قدامي دو. خبالك ممكن يكون في اخترار دو دو ودو وكوز. بس الفكرة هتكون ان الفاعل مفرد فيقول لك دز مع كوز او كوز مع دو كده يعني. طيب زا ايه? ايه اللي بيحدد? اه حلقات اتساح حلقات الشجرة اكيد المطر. طيب المطر ده جاي منين? من المناخ يبقى اكيد اكيد تلايمت. ركز دي انه لما اتمطر الحلقة تبقى وسع. ما فيش مطر يبقى حلقة ضيقة حلو. طب المطر دي تابع مين? تابع في الفصول الجافة. الحلقات الحلقات اللي في الشجرة بتكون في الفصول الجافة. جاف. ولا 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 اكيد بتكون اضيق. طيب. سبعة تأتيين بقول لك ان الورق يمكن ان يصنع من كزا. يصنع يصنع من يبقى يعني يصنع بوسطة او من خلال. طيب اه الاشجار بتاحمينا من الاحتباس الحراري. وانا اقال لك قبل كده الاحتباس الحراري تعرف ان يمكن يعبر عنهم بطرقتين. اللي بالام اللي هي دي. او ايه? حلقات الشجرة بتبين لك كم الشجرة ايه? تطول? تطعن? ولا يزرع? ولا تنمو? اكيد النمو بتاع الشجرة. نموها بلغ عشرين سنة من الحلقات وخمستاشر من الحلقات برده. طيب. الاف الاشياء اللي تبي فيه لاستخدام اليومي. تصنع من الاشجار. خبالك الكلمة دي موجودة فانت عايز اللي ماسكف بعضها. اللي معناها يومي اللي هي دي. طب ايه الفرق بين دي وبين الاولى? الاولى دي معناها كل يوم. الاولى دي معناها كل يوم. لكن دي معناها يومي. ودي يا شباب لازم يكون بعدها اسم. فاقول لك مسلا الحياة اليومية. الحروب اليومية. الاحتياجات اليومية. وهكزا. لكن دي معناها كل يوم. بمعنى مسلا انا بنام كل يوم بدلي. من فاش تقولي انا بنام اه يومي كل انا بنام يومي مبكر. انا بطوط قولي انا بنام مبكرا كل يوم. مش يومي. اه لكن صراع يومي. ده الشجرة اللي حقق بيحمي الجزء الايه في الشجرة اكيد الجزء الحي. الجزء الحي بقى رقم ايه? طب على فكرة كان ممكن نعبر عنها بطريقة تانية فنقول لان صفة بقى بيجيش بعدها اسم. اتنين واربعين يا شباب بقولك كلنا تفهمنا الدرس اصلي هو حصله ايه بشكل جيد? طبعا اه يشرح وكالكيوات يحسب ويعيد واستخرج لكن لما نقول يعني الدرس شوريح بشكل جيد عشان كده كل الطلب فهموه. في البداية وصل الجهاز ده في الكهرباء. اضغط الزرارة احمر. وبعدين اضغط وبعدين دي زن او افتر زاك يبقى افتر ذاك. ان الجاملة دي بتاخد معاها تيك تيك ان كربون دايك سايت. وعايز اكد على فكرة هنا قلنها قبل كده ميت مرة ولكن عايزين نقول تاني ونعيد كلمة سوق دي لوحديها كده معناها ينقع. ايه كي معناها ينقع. طيب قمال ايه? قمال ايه مستر كلمة سوق اللي معناها يمتص لعشان تخليها يمتص لازم تبقى سوق خب بالك. وممكن نستخدم كلمة تيك ان. وممكن نستخدم كلمة من غير حرف جر. انتبه ان التراس دور كده معناهم يمتص. بس ركز اني سوق مع اب تيك مع ان ابزور من غير حرف جر. انا قدامي هنا ان. حلو فانا مفعش معاي غير تيك. طب زاور حوالي اربعة وثمانين متر ارتفاعا. يبقى دي اطول شجرة. طيب كلمة طويل يعني ايه? طول والونج. دي مع المسافات مع الارض والطيق وكده. لكن طول اللي مع الشجر فعشان كده هتقول يعني اطول شجرة في العالم. بتبلغ اربعة وثمانين. لو اللي حق حصل له ايه? الشجرة بتموت لو هو دمرا بشكل سيء. يبقى از دمرا او يدمر دمجهول. يبقى از المفروض. ازا انا هستبعد من هنا اللي معايا في الاول دي. وهستبعد معايا في الاخر برضو. بقى معاك لدمجت او دمجت باد. هو دمج ده فعل. والفعل بنستخدم بعده ظرف. وكلمة صفة فما نفعش. عشان كده احنا هنستخدم لو انه دمرا بشكل سيء. احنا ممكن نحس بعمر الشجرة دون ان تقطع الشجرة. طب يقطع الشجرة اسمها يبقى اه طبعا فيه يقطع الى اجزاء لكن بمعنى انا عايزك تفهم ان انت عندك مسلا جبت شجرة تمام? اه عايز تقطع الشجرة دي فنقول قطعناها كده خلاص بقت نايم على الارض نبدأ نعمل فيه نقطعها الاجزاء يبقى الخلايا الناعمة اللي بتكون تحت اللوحاق بتاع الشجرة بتشكل خشب كل سنة. يشكل دي فورم. طبعا انت عارف ان كلمة كاري يحمل ودامج يدمر يعني يقطع. بقولك ان الاشجار الاوراق الشجر هي الاجزاء المستوية اللي بتكون فين بالزبط في في نهاية اول سؤال في القواعد بيقولك لو انت كنت سمعت البرنامج بتاع العالم عالم الطبيعي يعني السبوع الماضي كنت تعرف ان احنا عندنا سئلة ملهاش اجابة عن الاشجار. طبعا اف جاب بعدها زمانها ماضي بسيط. فحضرتك محتاج الناحية التانية وضو المصدر فعشان كده هنقول له. التانية اف يو نقط ات زا تايم زات زيز تريز ستارت لجروينج يود هافسين يعني دي حالة تالتة فحضرتك محتاج ماضي تاني يبقى لو اللحاء دمر بشكل كبير فالشجرة لازم حتموت يبقى ضايز دي حقيقة علمية. فاربعة بقولك لو ان لما انتك تقطع الشجرة فانك سا ترى الحلقات يبقى لاحز ان اف بعدها مضارع بسيط فالناحية التانية ويلو المصدر ده افتراض مش حقيقة بقولك لو انت عملت كزا هايحصل كزا لو الدنيا برد لما يكون الدنيا برد انها بتبتموت يبقى ضايز. طيب خد بالك انت ماخدتش ضايد لان هنا از مضارع فالمضارع عايز الناحية التانية معها مضارع او مستقبل ولكوناها حقيقة فابناخد مضارع مضارع. لو الدنيا في الشهر ده برد نباتاتنا ستموت. طيب تعالي نشوف نخيارات. اول واحدة بقول لك ولا 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 بداي بداية انت عندك فما ينفعش افكر في ولا ينفع افكر انت بقى قدامك حلو حلو. طيب انت بتقول لي لو ان دنيا برد نباتاتنا فدا تخصيص مع التخصيص بنعتبرها حالة قولها عادي جدا فنقول طيب افرض الجملة المكتوبة كنا هنقول عطول. آآ اف ات كولد اوار بلانتس وود ضاي. لحز من الاحية قال لك والمصدر فانت عايز هنا ماضي بسيط من غير تفكير يبقى ووز. ولو ما كانش في ووز في الاختيارات كنا هندور على وير. ولو الاتنين موجودين في الاختيارات هناخد وير لان احنا معارفين ان وير ما عفور لي دمان للفعل حالة تانية من اف. افقت هات بين كولد لاستير. لو الدنيا كانت برد السنة اللي فاتت. اوار بلانتس كانت نباتاتنا. لحزة نقالك يعني ده ماضي بسيط. فالمفروض الناحية التانية مع هنا ماضي تام. هاد اه هاد بن ده ماضي تام. فالناحية التانية هنا عايز ام ماضي تام مع وود هاف بسطور تسول فناخد وود هاف ضايد. التسعة بقول لك اف زوز جوتس لو المعز دي تخصص ازاي? لو المعز اللي قدامي دي اكل لوحاء الشجر فالشجر هيموت يبقى زاتريز والضاي. انتبهني دي مش حالة مش حالة صفرية. دي مش حقيقة علمية. ليه? انا مخصص لك بقولك لو المعزة دي اكلت الشجر الشجر احتمال يموت. لو المية تجمدت ات او تو ايس اترنس تو ايس. تب اش معنى عشان حقيقة علمية. تب مين حقيقة علمية? ما احنا لو حطينا المية في ما فيش غير احتمال واحد بس هيحصل انها تتجمد. لو الناس ما زرعوش طعام كافي. زي اللحظ انك انت قلت لي هنا يعني حالة تالتة. فانا عايز انها التانية والمصدر يبقى والمصدر او طبعا النهر سوف يغمره يبقى اللي يا رقم سيغمره بالماء. يبقى ده ما يتام. عايز انها تانية. لو انت سخنت الطبيعة الحال لما انسخن الطلج يبقى ات ميلتس. عايز ااكد لك عليه ان الجملة اللي ما هاشغل احتمال واحد يكون حقيقة علمية. بمعنى لو حطينا المياه في الفريزر ما فيش غير احتمال واحد هيحصل. المياه تغمد. طب لو حطينا المياه على النار طبيعي احتمال واحد بس لا يحصل. المياه هتبخر. فتح قائق. لو النهار ده بالليل في عاصفة رملية. البلد هتبقى مليانة بكرة بالرمال. يبقى طب ليه? لين دفترات? انت بتقول لو النهار ده بقى حصلت عاصفة. بكرة الدنيا دي هتكون غرقانة رمل. يبقى لو انت خلطت اللون الاصفر مع اللون الازرق. طب ليه? عشان ما فيش احتمال واحد لهاك اخضر. وحطهاك اصفر. وحطه مع اللون الازرق. ما فيش غير احتمال واحد بس هيطلع لك. اللي هو اللون الاخضر. يبقى حالة تالتة. يبقى دي ماضي بسيط فانا عايز انها تاني ودو المصدر يبقى لو انت سخمت المية ما فيش غير احتمال واحد المية هتغلي يبقى اتبويلز. اه اف اي ريد ان بد اي سليب ارز اهابت بص لو انا بقرأ في وانا نعم على السريل انا بقى اشعره بالنعاس يبقى يفول سليب. طب ليه مناخدش عشان ده قال لك يعني عادة والعادات دايما تبقى حالة صفرية. اي حاجة بتتكرر بشكل طبيعي تبقى حالة صفرية. لو وصل متأخر مرة تانية. يبقى انا ايه? امي. طيب ركز معي. ده مضارع. فالناحية التانية لازم نستخدم يبقى لو اتأخر مرة تانية انا سأتصل بامي. طارق طارق ميض. لو هو بكرة هيكون بخير يبقى تبش معنى عشان بعدها مضارع وانا عايز يبقى يبقى خد بالك هاد دي حالة تانية لان هاد مفيش بعدها فعل. يبقى نحية التانية عايزين والمصدر. طيب في عندك هنا مي ما ينفعش. هاد هاد ما يتم ما ينفعش. ولا احنا عايزين او كود والمصدر. لو انا مكانك انا هقرأ موضي. يبقى نحية التانية والمصدر يبقى طيب ليه ما ناخدش لانك انت عايز ود اهي موودة وعايز المصدر اللي هو في المتديد. حالة تالتة هي. يبقى نحية التانية يبقى حالة تالتة فانا عايز نحية التانية لو العلماء درسوا حلقات الشجر. زي. عايزك تفهم ان لما يكون في نص الجملة الاولانية مضارع. انت بتحط الناحية احتمالات الناحية التانية. ان الناحية التانية ممكن تبقى مضارع بسيط. او تكون ويلو المصدر. بس ما ينفعش نستخدم ود. ولا ينفع نستخدم مال تام. طيب انا قدام حالة اتنين. كان فايند ولا هاف فاوند. طبما نترجم. لو العلماء بيدرسوا الحلقات فهم يستطيعون هم بامكانهم ان يجدوا معلومات ان يبقى كان فايند. اف زير وزينت دماغ بسيط فانا حتى انا عايز وده المصدر. يبقى زير اه 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 ازا تري ود بي كلوز توجذر. اللي هي الحلقات بتاعت الشجرة هتكون قريبا ببعضها. اف زي هاد اكستراكت الدماء التام فانا عايز انها حتى ناودها ببسط بارتسبل. يبقى كود هاف كالكوليتد. طب ليه مش ود ينفع ود برضو. لو شجرة ليها جزور عميقة. لو الشجرة ليها جزور عميقة. فهي سوف لا تقع في الرياح. يبقى طب ليه عشان هنا هاز مضارع ونحة تانية مستقبل. دموادي بسيط فانت عايز ان نحة تانية وده المصدر يبقى بص يا عم انا بشغل لك على تفحتين كدو لك لو انت قطعت التفحتين اللي هناك دول هما سوف لا يكون طعمهم جيدا. طيب سوف لا دي يعني يبقى هتقول لي مش ده حقيقة هقول لك ما تشغلش دماغك بحاجة بره لاختيارات. حقيقة دي كان مفضل يقول لك في الاختيارات عشان ده مضارع بسيط. ما فيش في الاختيار اصلا مضارع بسيط فما انت ما تقدرش تسرح بخيالك. ربعة تراتين لو انت مشيت دلوقت. انت ستلحق بقطارك. دي مضارع فالنحية التانية عايزين مستقبل يبقى لو درجت الحرارة صفر او اقل من الصف فالماء يتجمد. دحق عالمية يبقى لو انت رمية الحجر ده. انت ستكسر الشباك. يبقى لو انا قضيت فترة طويلة قدام الكمبيوتر انا بقى اشعره بالصداع. عشان ده حقيقة. او عادة. لو هي تتدرب يعني ده مضارع طبعا فالنحية التانية عايزين نولو المصدر يبقى لما نحط الاحمر على الابيض بيطلع لنا اللون الوردي. ده حقيقة. لو انت بتتدرب في رياضة معينة. لو انت تتدرب في رياضة معينة فانت بتتحسن فيها. طبيعي انك لما تتدرب بتتحسن يبقى دي حلقة وعادة يبقى جيت. لو انت تدربت على الرياضة معينة. انت ها تدخل. قبلك ها تدخل ديب او الجيت. لانك ده ممكن تدربه ما يدخلش الفريق. فالنحية التانية عايزين نولهاب والبسطة بالبيسكل اللي هي دي. لو انت بتقرأ بسرعة بتتعلم بسرعة طبيعي. يبقى لو انت قرأت بسرعة انت هتخلص الكتاب ده على بكرة. يبقى وعلى فكرة عشان كنة موجودة كان المفروض نختار او نستخدم مش موجودة. موضي بسيط. يبقى نحية التانية يبقى لو انا اطول انا كنت علعب فانعايز هنا موضي بسيط. طيب دي صفة فاحنا عايزين فهد ما تنفعش. طيب اللي مع الحالة التانية من هو طب مش موجودة فاناخد وز. يبقى دي حالة تالتة. يبقى انا عم احتاج ان حيالي كده ما يتام. ما يتام يعني هاد والبسطة برتسبل. يبقى هاد انت بين. طب ما هو فيه هاد انت هي. بتاعايزين بعدها بسطة برتسبل ومش موجود. لو علي ايه? الى عيد ميلادي هو يعني حالة ثالثة. يبقى انت عايز ما يتام يبقى هاد كم. حريب اخب بالك انت كده قلتلي يبقى انت عايز ان احاد مدارع بسيط. يبقى لو انت استخدمت البودر البودرة دي. طبعا هنا طبعا ده مجهول ما اللي اشتعه بيه. طيب بابا معاك هنا ان حيالي ما تنفعش لان ايه ات عايزة الفعل يكون مضاف سلو اس كان فتبقى دي لو حالة تانية لكن احنا قدامنا مضارع اللي كان يوزي استخدم. يبقى ما عادش في اختياط غير وين ومعنى الجملة لو انت استخدمت البودر ده البودرة دي ستزيل البقع. اتري ضايز الشجرة تموت لو اللحاء دمره ولا دمره يدمر يعني يعني يبقى مجهول. اللاحز ان هنا ضايز مضارع اتخدنا نحط هنا مضارع مبني مجهول. اف نقط لو ايه المية بتغلي لو المية سخينة يبقى اف خبالك من اللي هقوله ده ات وبعدين از وبعدين هيتد طب مفيش اتز يبقى نشيل الاتنين دول ونجيب اه اف هيتد عطول. ركز تاني اف هيتد بتساوي اف اتز هيتد. هو مش هيلحق القطار لو هو لم يعود يبقى اف هي دازن تباك. دازن تباك دي زي كلمة دازن تقوم باك. خبالك مضارع في الناحية تاني هنا ول. اف يو نوت اوت بليز بوت او باي مي زا نيوز بيبر لو انت خرجت من فضلك اشتري. اف يو جو اوت. طبعا ما نفعش نتفكر في ول لان اف ما نفعش نجيب بعدها ول ول بتيجي في جملة التانية. اف يو هات جان تو زا كايرو اكزيبشن لو انت عندك قدامك هات جان يعني ماي تام. فان عايز ان احي تاني او دهاف والبسطة والفاو دهاف انجويد. خبالك جمل السماء العامة سهلة وبسيطة ووضحة ما بقاش فتي زي ما بحصل في الجمل اللي انت شفت قبل كده. الجمل اللي فاتت دي انت ممكن في نص الجمل او في معظم الجمل انت تفكر في احتمالي انها ممكن تبقى حقيقة او عادة او ممكن تبقى اصلا جملة عادية من زر دول. لكن جمل بتحس نواية عامة يا شباب بتكون قاطعة زي ما انت شايف قدامك كده. فلا يعني تقلق يعني. قلم تتلقى خطابي. تقلق نو. ادي ماي تام اهو. يبقى اناح التانية يبقى مدارع بسيط. اللي هي رقم اي? طيب اتامي. انا عايز لو انت حتقطع من من الحديد يعني في المية هتغرق صح يبقى المفروض. طيب بس هو عايزة في خصيغة سؤال دي مضارع فهنقول عشان هو مضارع برضو. يبقى دي لو جملة خبرية هتبقى هنا في الاختيارات تبقى سؤال في الاختيارات فنستخدم يبقى ستين بولك هي سوف لا تمانع لو انني اغادر مبكرا. ليس كذلك? لاحز ان هنا مسبتة. عشان هنا في النحية التانية من فيها? والعكس لو كان موجود نفسي. هنا اثباتكم ان اخدنا نفسي. المهم انت بقول هي سوف لا تغادر ومسالة تمنع لو انني اغادر وهنا يبقى اف بعدها مضارع فعشان كده نستخدم ليه. كده خلصنا الستين جملة اللي على القواني. اسئلة اللونجي مان بقى. قولت ده ايه? الجود الخارجي الصلب يبقى ده لوحاق اللي هو اسمه بارك. وانتبه ان بارك ده لوحاق لكن بارك ده حديقة. وكلمة بارك دي كفعل بمعنى ينبح اي نقطة عبارة عن مصورة اللي السائل بيمشي فيها يبقى اسمها الانبوبة كيوب. كل سنة اللوحاق الخلايا تحت الشجر بتتسلب يعني هاردن وتكون خشف جديد. ازا ليكويد هو السائل زاكري زافود اللي بيشير الغذاء يبقى الساد. خبالة التربنتين ده عبارة عن غاز او 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 اعبارة عن سائل بيستخدم في ازالة البقع اا او الديهان. لكن كلمة ساد الغاء الزيت او الاعصارة اللي بتحمل الغذاء من الجزور وتوصلوا لحياة دي الاوراق. وبتمشي فين في الانبوبة. الكويتش بتاع العربية والاحزية بتوصلنا من المطاط لسمه رابر. كل الاسئال دي مكررة. الاوراق بتاعت الشجر بتساعد الشجر ان هو يمتص الضوء. يمتص يعني احنا ممكن نحسب عمر الشجرة عن طريق ان احنا نعد الحلقات. يعني با كونتينج. بيحمل جزء الحي من الشجرة. وانزا تيوبس ولي بيحمل انابيب اللي بتحمل الغذاء. مين اللي بيعمل ده كله اللوحاء اللوحاء اسمه ايه? اسمه بارك. احنا ممكن نعمل ايه في الشجرة عشان نطلع اه نعمل حفرة ونقدر نحسب عمر الشجرة طبعا نعمل دريل نسقب ديج انتو يعني اه دريل انتو يعني يسقب حفرة في الشجرة. عشرة ار اتريز رينجس. زا سيم ايه? افري يير. هل الحلقات بتكون نفسي ايه كل سنة? انت قدامك حلقة هي? قدامك حلقة تاني. الحلقة دي بنحسبها بالاتساع. يبقى زا سيم ويدس. نفسي. الاتساع. في احداشر بقولك الكيكة دي مصنوعة من الدقيق والزبد واللبن. التلات مكونات دول لما خلطناهم على بعض تغير شكلهم يبقى الاشجار بتساعد الارض ان هيك تنفس. اول واحدة تلات كلمة دي يتنفس لكن البريس التالي دي نفس يعني يعني نقبي يعني يطلق صراحة. بعض الادوات الموسيقية دايما بنقول وبنقول ايه? التربنتين بيستخدم كمزيل للدهان يبقى اللي هي دي. قطع الشجرة كان ممكن يسبب احتباس حراري. يسبب دي اسمها طيب ما فيش في الاختيارات. طيب تعال نشوف ينتج يقلل من يبقى اكيد يزود. وعلى فكرة كان ممكن نستخدم هنا كلمة بمعنى يسبب. يبقى قطع الاشجار هيزود من احتمالية حدوث احتباس الحراري. الجزئة الاخيرة معنا في الفيديو ده بتاع اللونج ما? I would I want. لأ دي المفروض في هنا. I wouldn't have that mobile. if would والمصدر. يبقى انت عايز بعد اف مد بسيط. يبقى if I had enough money. انا كان ممكن اشتري الموبايل لو عادي فلس كتيرة. what a if you got lost. good d. مد بسيط. يبقى انت عايز هنا ودو المصدر. يبقى what would you do? اللي هي number c. طب ليه مناخدش you would do? لاندي صغيرت سؤال. عادي انا سفهمت? فعلي مساعد فاعل. what if your passport a surely? I would inform. ودو المصدر. يبقى انت هنا عايز مد بسيط. المد بسيط هنا stole معنى سرقة. was stolen بمعنى سريقة. ماذا لو ان جواز السفركة سريقة? يبقى دي. الحديد بيحصل له ايه لو انت تركته? leave the مدارع. فانعايز هنا مدارع. اول الحديد لو سبنا في الشمس او في الهواء. الطلق بيصدق. يبقى ده حقيقة. يبقى ايرن رست. اتصل بالاسعاف لو انه يوجد. يبقى ده حقيقة. صديقي ساعدني كثيرا. if he not supportive I wouldn't have been. يبقى ده حقا تالتة. يبقى if he had been supportive ولا hadn't been. انا قدامي في الاختيارات had not been وهات been اللي اتنين موجودين. طب اترجم. صديقي ساعدني. لو هو كان داعم ما كنتش هعرف احلي المشكلة. ولو هو ما كانش داعم ما كنتش هحلي بقى انت بين. if I were not till ill لو انا لم اكن مريضا I would visit you. كنت هزوجرك really I لاحز ان وهنا وود والمصدر يعني حالة تانية. الحالة تانية جملتها في الاصل كانت زمانها مضارع. يعني really I am ill. ركز معايا كده لما يكون الجملة الاصلية بتاعتك مضارع فانت بتفرد عليها افتراض بالحالة التانية. طب لو الجملة زمانها ماضي فانت بتفرد عليها افتراض بالحالة التالتة. المضاردة موجود في فيديو الشرح لو انت مش فهمه. I would have. والتصريف التالت يبقى انت عايز ما يتعم حلو. زماني. if you if I had had enough money. نفس اللي كنا بنحكي فيه حالا. احنا قلنا لو الجملة زمانها ماضي. لو الجملة زمانها ماضي فانت بتساغن حالة تالتة. طب هو مديني حالة تالتة. يبقى الجملة زمانها ماضي. نفس القصة. هنقول لك I would have لنت والنحك تانية had enough money المهم. ده معناها ان I had نقط enough لو لو الفلوس اللي انا انت لكها كانت ولا ما كانتش كافية ترجم كده. انا كان ممكن اسلفك فلوس اللي انت محتاجها. لو الفلوس اللي معايا كافية. لسوق الحظ. الفلوس اللي انا امتلكها غير كافية. كلمة غير كافية دي يعني wasn't enough. طب لي wasn't مش had been ولا hadn't been ولا حاجات دي. عشان الجملة اللي قدامك دي افتراض في الحالة التالتة. ولما يكون اللي افتراض في الحالة التالتة يبقى الجملة الاصلية بتاعتنا زمانها ماضي. what happened if رسندل had refused. يبقى ودهاف والبسط. خلاص ما فيش ودهاف يبقى ناخد مية هاف. I will go to Alexandria if so. طيب. الاف سو دي دايما بنستخدم معاها ويل برضو بعدها. if so I will contact you. طب ليه بقى ويل كنتاكت تب ترجم? انا سوف اذهب الى الاسكندرية. لو حدث ذلك انا سوف اتصل بك. يبقى ويل. لاحز ان اف سو غير اف. اف سو يكون قبلها مستقبل وبعدها مستقبل. help me if I were in trouble. طبعا دي حالة تانية. يبقى انت عايز وزو المصدر يبقى. if you not more careful you would have minimized. يعني كنت هتقلل الاخطاء. ودهاف والبسطة مرتسبل. فان عايز ما يتام. if you had been. طب ليه مش هاد هاد? لانك عايز تقول لو انك كنت. يعني في فربطو بي. I go to the club if I have طيب. ادي اف مضارع بعدها. فالنحية دي هنا هنستخدم ويل والمصدر. طيب. I haven't صحيح ديت لم اقرر بعد. يبقى ده احتمال. يبقى ان مفهوم قلمي. وحتى الاختيارات مفهوم شوال عشان تفكر فيها. طب معنا الجملة. ربما ازهب للنادي لو انني عندي وقت. if she read the news لو هي قرأت الاخبار. she shooked to read about the terrible accident. if she read ماضي. تبقى اللي عارفك انه ماضي مهلا ومضارعك انا قالك reads. يبقى انا عايز هنا في الناحية تانية وده المصدر. if the problem a will we would have reach it. يبقى هات تالتة فانت عايز ان هات دي هنا ماضي اتام. قدامك هات ناقشة وهات لو المشكلة نوقشك يبقى مبهول يبقى ناخد هات هنقف هنا كده ونكمل الباقي في الفيديو التاني ان شاء الله والقاعد الوحدة هتكون في فيديو هنا اتنين فقط. ما ننساش تعمل لايك في الفيديو. ننساش تشترك في القناة. السلام عليكم وانه